مؤتمرات دولية لمكافحة الإرهاب والتطرف نسمع جعجع لكن الطحل قليل من بروكسل إلى ميونيخ ولندن وجدة وباريس والرياض وأخيرا واشنطن عواصم تستضيف لقاءات للتنسيق بين أكثر من ستين دولة دول مناهضة لداعش وأخرى متهمة بدعمه والجميع يجلسون على الطاولة نفسها والكل يصوت على القرارات المتخذة أما العبرة فهي وقت التنفيذ هذه المؤتمرات كافة أجمعت على دعم العمليات العسكرية ضد داعش في العراق وبعدها في سوريا بناء قدرات وتسليح وتدريب الجيش العراقي وقوات البشمرق من جهة ومقاتلي المعارضة السورية المعتدلة من جهة أخرى وقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى صفوف تنظيم الدولة قطع الطريق أمام مصادر تمويل التنظيم الإرهابي رفع الشرعية الأيدولوجية عن داعش وما يؤخذ على هذه المؤتمرات تبين مقاربتها للحرب على تنظيم الدولة في العراق منها في سوريا هذا ولم تدخل ليبيا بعض ضمن الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب اختلاف على توزيع الأدوار بين الدول المشاركة في الأقوال والأفعال ورهان البعض على كسب الوقت قبل حسم الموقف إهمالها لدعوة دول ذات وزن استراتيجي للمشاركة تضارب في مصالح وأهداف المشاركين أكثر من ستين دولة حول العالم تتخبط في فوضى سياسية ومخاوف أمنية وفي مواجهتها تنظيم واحد لا شك هنا بأن هذا التنظيم يشكل خطرا في اتجاهات متعددة وتحت عنوين مختلفة ولكن المشكلة ليست في مدى تطرفه بل في استراتيجية عالمية تبعتها مقرارات لا تنتهي صدرت عن اجتماعات متنقلة بين العواصم فالخبراء العسكريون والاختصاصيون السياسيون يعلمون أن ميزان القوى لا يحسم إلا ميدانيا مهما علت أصوات الاستنكار وتنوعت ومهما نصت قرارات الإدانة وتلونت